السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبابي يا رب تكونوا بخير و بافضل حالة ولسه الاول مرة تشوفوا القناة متنسيش تشترك فيها متفعلين للجرس عشان يوصلك كل اللي بعمله اول باول اذن الله هنعمل حلوة بجد تحفة تحفة هتعجبكم خالص وسهلة و سريع مش هتاخد منكم وقت هوركوا كمان شكلها من جوة بصوا معي مستوي ازاي يعني حاجة كده بغيشة هي مش بغيشة بس انا بقول لكم يعني نية طعمها حلوة خالص يعني بصوا تحفة بجد اتمنى ان هي تعجبكم تعالي نشوفوا المجاديرجات دي سهلة وبسيطة معي هنا نص كوباية من الدقيق هحط عليها نص كوباية من دقيق البسبوسة او السومرلينة او الساميد لا حسن ما بيسموه عندكم معي هنا ربع كوباية من الزيت كمان نص كوباية من المية ومعلجة خميرة هضيف كده كيس فانيليا علشان يديني نكهة حلوة ممكن تحط مية ورد ورشة ملح هجلب كل المقونات بتاعتي كده وعجينها كويس خالص لو العجينة سائلة معاك ممكن تضيف معلجتين من الدقيق هسيبها كده لحد ما تختمر خلوس كده يا حبابي اختمرت معي وبجت معي بالشكل دو كده هلمها كده كويس خالص وهبدأ اجطحها كده بحجم الليمونة هعملها كده على شكل دايرة بالشكل دو كده وهبدأ اخريمها بالشيش طوق لازم ادهين عصيت الشيش بالزيت علشان تعمل معي فتحات انا دهنيها دلوقتي هبدأ افتحها معاكو بالشكل دو كده بصوا هتديني الشكل ده هجيب تص على النار يكون الزيت سخن متوسط يعني وهبدأ انزل كده بالعجينة بتاعتي زي ما انتم شايفين او بالحلوة بتاعتي بالشكل دو كده اول ما تديني لون دهب من تحت هجلبها على الناحية التانية زي ما انتم شايفين كده سهلة وبسيطة واقتصادية مش تاخد منك وقت وهتعملك كمية يعني حلوة خالص خلاص كده حبيبي هي تحمرت معي معي هنا شربات طبعا الشربات كباية سكر عليها نص كباية من المية وعصرة ليمونة وهتستنى عليه لما يبرد وتنزلي بالحلوة وهي سخنة بصوا شكلها بجد تحفة تحفة اتمنى ليكم مشاهدة طيبة ممتع واشوفكم على خير في فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر